على مدار عشرات السنين كان قدر الكرد في سوريا مواجهة سياسات ظالمة وإجراءات ذات طابع عنصري وتمييز عرقي سهدفت هويته وشككت في وطنيته رغم كل التطحيات التي قدمها في سبيل الحفاظ على وحدة سوريا وحريتها أن تكون كردياً لا تتوقع أن تكون مواطناً من أي درجة في سوريا فقط عاش الكردي على أرضه التاريخية منذ مئات السنين لكنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها محروماً من أبسط حقوق المواطنة وجد نفسه ممنوعاً من الدراسة وإن حالفه الحظ وأكملها فممنوع من التوظيف في مؤسسات الدولة ممنوع من التملك وتسجيل المعاملات بالوثائق الرسمية وقائمة الممنوعات تطول في الثالث والعشرين من آب أغسطس عام 1962 صدر المرسوم التشريعي رقم 93 في عهد رئيس الجمهورية آنذاك نظم القدسي تضمن قراراً سياسياً بإجراء إحصاء استثنائي للكرد في منطقة الجزيرة في واحدة من أكثر الملفات سواداً في تاريخ سوريا الحديث وفعلاً نفذت السلطات السورية المخطط وأجرت الإحصاء في الخامس من تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه وخلال يوم واحد فقط تم تجريد أكثر من 150 ألفاً من الجنسية لينقسم الكرد إلى ثلاثة أقسام الأول يحملون الجنسية والثاني مسجلون في القيود الرسمية لكن من دون هوية واستعيد عنها ببطاقة حمراء وباتوا معروفين بالأجانب السوريين أما الثالث فغير مقيد في سجلات الأحوال المدنية وأطلق عليهم مكتوم القيد المفارقة أن بعض أفراد العائلة الواحدة انقسموا بين مواطنين كاملي الحقوق وأجانب سوريين فقد ترى أحدهم يحمل الجنسية السورية وشقيقه لا يحمل أي جنسية فتصور يا راعك الله من نتائج ذلك الإحصاء أيضا عدم الاعتراف بزواج من تم تجريده من الجنسية حتى لو كان أحد الزوجين مواطنا سوريا وبالتالي يصبح أطفاله بالتبعية مجردين من الجنسية أيضا منظمة السوريون من أجل الحقيقة والعدالة نقلت عن مصادر رسمية داخل مديرية النفوس في الحسكة أنه حتى مطلع العام 2011 كان عدد أجانب المحافظة من أصحاب البطاقات الحمراء نحو 350 ألفا تقرير لمنظمة العفو الدولية قال إن الإحصاء الاستثنائي جاء ضمن مشروع الحزام العربي الذي كان يهدف إلى تعريب المنطقة الكردية عن طريق ترحيل الكرد من مناطقهم وإسكان عشائر عربية فيها بهدف منع التواصل الديموغرافي بين الكرد في سوريا وتركيا والعراق ظل الكرد المحرومون من الجنسية على هذا الحال حتى انطلاق الحراق الشعبي عام 2011 وقتها أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان أبريل المرسوم رقم 49 القاضي بمنح الجنسية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة في محاولة لثني الكرد عن المشاركة في الاحتجاجات بلاغ وزاري صدر بعد المرسوم 49 يقضي بتجنيس المكتومين أيضا لكنهم واجهوا عراقيلة كبيرة وما يزال عشرات الآلاف منهم من دون جنسية حتى اللحظة بعض المجردين من الجنسية لم يتموا حتى المرحلة الإعدادية تحت ضغط العامل النفسي فالمستقبل مغلق ولا داعي لعناء الدراسة مادموا ممنوعين من الحصول على الشهادة وإكمال المراحل الأخرى وحتى العام 2004 لم يكن للطلاب التقدم إلى الجامعات بقصد الدراسة لكن بعد هذا التاريخ اشترطت السلطات لقبولهم عدم منحهم وثيقة التخرج أو حق التوظيف بعد إنهاء الدراسة من الألف للياء كان العراب الحقيقي لهذه المؤامرة ضد الكرد محافظ الحسك حينها سعيد السيد وهنا لدى على الاستغراب مطلقا فأن تكون مسؤولا بسوريا وخاصة بالمناطق الكردية لن يطلب منك بالتأكيد أن تتقدم بمشاريع وأفكار تحسن بها واقع منطقة مسؤوليتك بل يكفي أن تقدم دراسات ترضي الحاكم والحاكم فقط اشتركوا في القناة